كالعادة تهرب ميليشي الحوث انقلابية من فشلها وتبرر فسادها باصطناع شماعة فشل من قبيل التحالف والعدوان والحصار بينما الحقيقة الثابتة أن عبد الملك الحوث وجماعته هم سبب معاناة الشعب ووحدهم من يستأثيرون بكل الموارد في مناطق سيطرته هذه المرة وتحت لافتة الملف الإنساني عاودت الميليشي اتهام التحالف بالمسؤولية عن حرمان الموظفين في مناطق سيطرتها من الرواتب وهو هروب مكشوف يعكس حالة الإفلاس السياسي لدى الانقلابيين رغم التقارير الداخلية المتواترة التي تؤكد استحواذ القيادات الحوثية ومشرفية الجماعة على كل الموارد إضافة للتقارير والتصريحات الصادرة عن برلمانيين وناشطين تنتقد ابتزاز الجماعة للقطاع الخاص ونهب موارده في كلمة ألقاها مؤخرا جدد القيادي في ميليشي الحوثي مهدي المشاط تهديد السعودية باستخدام القوة في حل لم يستجب التحالف لاشتراطات الميليشية وقال في حجد حوثي بمحافظة عمران إن الصواريخ والطائرات المسيرة كفيلة بحل القضايا الأساسية المتمثلة في الملف الإنساني وقضية المرتبات في السياق ذاته هجم المشاط الحراك السلمي للمعلمين المطالبين برواتبهم التي تنهبها جماعته بل ووصفهم بالحمق والغوائيين معتبرا مطالبتهم بحقوقهم إعثاء للشرعية والتحالف من المسؤولية عن ذلك واقع الحال أن الموظفين المحرومين من رواتبهم في مناطق سيطرة الميليشية واقعون بين جحيم الانقلابيين الناهبين لكل شيء ونار الشرعية التي تبدو عاجزة عن كل شيء وإلى أن تقدر على شيء سيبقى الشعب المطحون بالحرب وتداعياتها وحيدا يحارب ليعيش في معركة غير متكافئة ترجمة نانسي قنقر